موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت حموم العراق ومنها محافظة صلاح الدين وما خلفته من ارتفاع لمنسيب المياه جعلت الحكومة المحلية وبمتابعة وإشرف المحافظ الدكتور مهندس عمر جابر خليل يستنفر جهود جميع الدوائر لموجهة حالة السيول التي قد تحدث يفرض الموقع الجغرافي للعراق تنوعا في تضاريسه وطبيعة تكوينه الجيولوجي ومناخه القاري المتطرف كما إن للتغير المناخي الحاصل اليوم أثرا كبيرا على حالة التقص المتقلب التي تشهدها أغلب دول العالم فتذبذب الأمطار أضحت حالة غير واضحة المعالم فتارة جفاف حد التيبس وتارة أخرى أمطار وسيول وفيضانات تنذر بكوارث لا تحمد عقبها ومن اللافت في هذا الموسم الرطب غزارة غير معهودة في الأمطار إضافة إلى السيول العابرة للحدود التي تهدد مساحة واسعة من الأراضي والمدن العراقية بخطر الفيضان ما يؤرق أجهزة الدولة المعنية ذات الموارد المحدودة أصلا في مواجهة تلك الحالة نادرة الحدوث والتي خرجت عن كل التوقعات والسياقات المعهودة في سنوات الجفاف الماضية التي عانى منها العراق محافظة صلاح الدين إحدى أهم المحافظات التي تواجه هذه الظاهرة غير المسبوقة والتي تشمل أيضا بالتنوع الجيولوجي والتضاريس والمسطحات المائية التي تحتويها إضافة إلى اختراق نهر دجلة لها من الشمال إلى الجنوب بروافده التي تزويده بنحو 65% من مياهه وقد تعرضت عدة مدن فيها للسيول الجارفة من بداية الشتاء الحالية خصوصا في شمالي المحافظة كقضاء الشرقات والعلم وعدد من القرى والتي أصابها ضرر بالأرواح والممتلكات إلا أن حكومة محافظة صلاح الدين أخذت على عاتقها متابعة آخر تطورات الحالة المناخية تحسبا لأي طارئ والخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر وبتوجيهات وحضور ميدانية من قبل المحافظة الدكتور عمار جبرخليل استنفرت الأجهزة المعنية والدوائر جهودها وطاقاتها وتمكنت من تطويق الأزمة والسيطرة على الأوضاع بمراقبة امتدت إلى 24 ساعة يوميا ما يرسل تطمينات إلى المواطنين بأن حالة الاستنفار تؤتي أكلها مع اقتراب الأزمة من نهايتها كما تشير توقعات الحالة الجوية إذانا لبدء فصل انتقالي طال انتظاره ترجمة نانسي قنقر